بيبدأ الفيلم في انجلترا بمايك وافطريه لصالة الألعاب الرياضية ومايك بيكون محترف في لعبة الفنون القتالية ودخل مباريات كتير قبل كده لكنه تأرض لإصابة في كتفه من ست شهوره تقع بسببها ممارسة اللعبة وبسبب عادته في البيت زي اتحوال مايك المادية جدا وما بقاش قادر يدفع إجار شائطه فقرر انه هيرجع يقاتل مرة تانية عشان يكسب فلوس وبيوصل مايك لصالة الألعاب وبيحاول يقنع فينس صاحب الصلاة انه هو يرجع يلعب لحسابه مرة تانية لكن فينس بيرفض لان اصابة مايك محتاجة وقت اطول عشان يتعافى ده غير ان مايك بقى كبير في السن ومش هيقدر يرجع لمستوى بسهولة فبيقترح عليه مايك انه هو يلعب ماتش مع احسن لعب عنده ولو مايك قدر يكسبه وهيرجع يمارس اللعبة لحساب فينس اما لو خسر الماتش فهي اعتزل للعبة نهائي فبيوافق فينس وبينادي على احسن لعب عنده وبيبدأ الماتش وبيكون مستوام قريب جدا من بعض وده لانهما الاتنين محترفين لكن مايك بفضل خبرته وبيقدر يوقع اللعب التاني على الارض وبيفتكر ان كده هو كسب لكن فجأة بيوقعوا اللعب التاني على الارض وبيمسكوا من رقابته لحد ما بيفقد مايك وعيه وبيخسر الماتش وبيخسر معها فرصة انه هو يمارس اللعبة مرة تانية ولما بيفوق مايك بيتأكد ان ما صرته مع اللعبة دي انتهت خلاص ولازم يبدأ طريق جديد فبيروح على شقةه وبيجمع كل مقتنياته عشان ينتقل لمدينة تانية وبيتبرع بالقفزات بتاعته للاطفال اللي كان بيتدربهم على القتال علشان هم يستفيدوا بيها اكتر منه وبعدها بينتقل لمدينة تانية عشان يبدأ حياة جديدة بعيدة عن الرياضة وبسبب انه معهوش فلوس يأجر شقة هناك بينام في العربية ولما بيصحى تاني يوم بيروح يقدم على شغل كعمل بناء والحصن حظه وبيكون فيه مكان لعامل في مستشفى المدينة وهيشارك مايك في هدم المستشفى مع مجموعة تانية من العمال فبيوافق مايك على الشغل وبتقوله الموظفة ان هو هيستلم الشغل تاني يوم وتاني يوم بيروح للمستشفى وبيستلم بطاقة العمل بتاعته وبيتعرف على العمال اللي هشتغل معهم ومن وسط العمال دول عامل اسمه دياز وبيتعرف عليه مايك لانهم بيشتغلوا مع بعض موجود في المستشفى دي ولكن الكلام ده قبل ما يتهد وعشان كده هو اتطوع عشان يشتغل مع العمال وبيتعرف دياز على مايك بسهولة لان هو شاف ليه يماتشه قبل كده مع العب تاني وكل يوم بعد الشغل بيصهروا مع بعضه وبعدها بيروح دياز على بيته وبيبط مايك كالعادة في عربيته وفي الوقت ده بيكون في البيت بتاعه بيتطمن على بنته وبيكون حار السجن المدينة وعايش مع بنت الوحيدة بعد موت مراته من كم سنة وبيقضي وقته بين الشغل وبين الاهتمام ببنته لانها مريضة بالكانسر وحالتها متأخرة فجاب لها ممرضة تهتم بيها في الوقت اللي هو شغال فيه وبعد ما بيتطمن على بنته وبيتصل بشركة التأمين عشان يبعتوله فلوس الدواء بتاع بنته وكمان مرتبة الممرضة فبيقول له موظف شركة التأمين ان المستشفى بلغتهم ان بنته هتحتاج لعملية تكلفتها ربعمائة وخمسين الف دولار والشركة مش هتقدر تفعله غير خمسين الف بس وهو هيتكفل بالباقي فبينهار اريكسون لانه مستحيل يوفر المبلغ ده حتى لو باع البيب بتاعه فبيترجى الموظف ان هو يشوف حل لكنه بيعتذر له وبينهي المكالمة معاه وتاني يوم في سجن المدينة بيتخانق اتنين من المنساجين مع بعض وبيكون اسمهم جلاس ولاندو وبينجح جلاس ان هو يجرح لاندو في فطنه وده عشان لاندو كان شغال مع جلاس قبل ما يتسجنه هما الاتنين وفي عملية من العمليات كانت بتطارد الشرطة لاندو ومعه 3 مليون دولار ثمن المخادرات اللي باعها فقرر وقتها لاندو يخاب الفلوس دي في مستشفى المدينة وده لانها مبنى مهجور ومحدش هيشك ان الفلوس موجودة هناك فبيتصل جلاس باخو ديكون وبيقوله يدور على الفلوس في مبنى المستشفى ويلاقيها فبيجمع ديكون فريق من المجرمين عشان يقطحموا مبنى المستشفى ويدوروا على الفلوس وبيقرر ان هو هيخون اخوه ويقدر فلوس له هو وفي الوقت ده بيطلب لاندو من حراس السجن ان هو يتكلم مع اريكسون لكنهم بيرفضوا لان جلاس بيرشيهم عشان يشتغلوا لحسابه فبيروح حارس منهم يقول لجلاس ان لاندو عايز يقابل اريكسون وبيكون متوقع ان هو هيقوله على مكان الفلوس وتاني يوم بيروح اريكسون للسجن وبيعرف ان لاندو مصر يقابله فبيوافق اريكسون وبيجيب لاندو لزنزانة التحقيق وبيسأله عن السبب اللي عايز يقابله عشانه فبيحكيله عن التلاتة مليون دولار اللي هو مخبيها في المستشفى وبيقوله ان هو لو قدر يجيب له الفلوس دي هيديله كل الفلوس اللي هو محتاجها وساعدها هيعالج بنته اللي هو مش قادر يعالجها وبمجرد ما بيجيب لاندو سرب بنته وبيتعصب عليه وبيضربه فبيتدخل الحراس وبيبعدهم عن بعض ولما بيخرج اريكسون من الزنزانة بيتنقل لاندو المستشفى السجن مرة تانية وفي الوقت ده بيفكر ان هو يساعد لاندو عشان ياخد الفلوس ويعالج بها بنته فبيروح لاندو المستشفى وبيعرف منه مكان الفلوس بالزبط وبيقرر ان هو هيروح ياخد الفلوس دي ويعالج بنته ولما بيعرف جلاس ان لاندو واريكسون قابله بعض بيتصل باخوه وبيقوله ان هو يرعب اريكسون عشان يوصل للفلوس والتاني يوم بيبان على اريكسون انه هو متوتر جدا لانه طول عمره كان موظف شريف وما كانش بيقبل حتى الرشاوي زي باقي زميله لكنه مضطر يعمل كده عشان يعالج بنته وبيحط اريكسون في شنطته كل الحاجات اللي هيستخدمها زي المسدس والكشاف وبتكون بنته جايبة واحدة سحب بيتها تقعد معها في البيت لحد ما يرجع اريكسون لان الممرضة بتاعتها بطلت تيجي لانه ما دفعه لهاش المرتب فبيوضعها اريكسون بيقولها ان هو هيتاخر في الشغل وبيسيبها وبيمشي في الوقت ده بيتحرك ديكون والعصابة بتاعته على المستشفى وبيقرر ديكون ان هما هيمشوا وراء اريكسون عشان يوصل للفلوس زي ما قال له اخوه وفي الاسناء دي بيكون مايك في المستشفى بيساعد العمال في عملية الهادم واسناء ما هو شغال في قدر من قدر المستشفى بيلاقي دولار موجود على الارض ولما بيوطي يجيب الدولار ده من الارض بيلاقي فيه كبير وبيكون جواه شنط صدى والشنط دي فيها الفلوس فبيقرر ان هو يرجع تاني بعد ما يخلصوا الشغل وياخدوا الشنط دي والفلوس اللي فيها وبيتظاهر ان ما فيش اي حاجة وبيكمل شغله عادي فبيقول لهم المشرف ان ده اخر يوم شغله وانهم حطوا الديناميد في كل مكان في المستشفى وهيفجروها النهاردة الساعة خمسة وبيوضعهم المشرف وبيديهم مرتباتهم وبيمشي العمال وزي كل يوم بيراوح مايك مع دياز وهم افتريهم للبار بيقول له مايك ان هو نسب طاقة العمل بتاعته في المستشفى وهيرجع يجيبها وبيدي له الدولار اللي هو لقاءه في المستشفى وبيقول له اقطع له التيكت عبل مايرجع وبيسيبه مايك وبيرجع للمستشفى وبينطمن على الصور عشان الحارس بتاع المستشفى مايشوفهوش وبيطلع للقوضة اللي شاف فيها الشنط الصبح وبيلاقي التلاتة مليون دولار في تلات شنط فبيفرح مايك جدا بدا وبيحاس ان الدنيا بدأت تتحاكله واسناء ما هو فرحان كده بيسمع صوت حد قريب منه فبيشيل الفلوس بسرعة وبيحاول يهرب بالفلوس عن طريق السلم وبيبص على صاحب الصوت اللي كان قريب منه وبيلايه ريكسون وبيكون بيدور على مكان الفلوس وفي نفس الوقت ده بيوصل ديكون ولا اصابة بتاعته للمستشفى ولكن بيوقفهم الحارس فبيقول له ديكون ان الشركة المسئولة عن هدم المستشفى بعتهم يعمله صيانات فبيقول لهم الحارس ان الديناميت قدامه تسعين دقيقة وينفجر ووجودهم في المستشفى في خطر عليهم ولكن بيتعرف الحارس على كيت حبيب الدكول لانه شافها قبل كده في بار في المدينة فبتقتله قبل ما يكتشف امرهم وبعدها بيدخلوا المستشفى عشان يلحقوا يخرجوا قبل ما الديناميت اللي في المستشفى ينفجر وبيطلعوا على السلم عشان يدوروا على ايريكسون ويدلهم على مكان الفلوس فبيشوفهم مايك وهم طلعين على السلم فبيرجع بالفلوس مرة تانية للطابق التامن واسناء ما هو ماشي بيغبط في مصورة وبيعمل صوت فبياخدوا بالهم هنا فبيدخل بسرعة يخب الفلوس في اوضة وبيستخبع على حرف الشباك بتاع الاوضة ولما بيبص من الشباك بيشوف ايريكسون هو مستخبي هو كمان فبيفهم مايك ان هو مش لوحده اللي بيدور على الفلوس دي وفي الوقت ده بيروح دياز للمستشفى عشان يطمن على مايك واول ما بيوصل دياز للمستشفى بيمسكوا ديكون والعصابة بتاعته وبيفتكروا ان هو اللي سرق الفلوس لما لقوا مع الدولار اللي ادهوله مايك الصبح فبيسأله ديكون على مكان الفلوس لكنه مش بيبقى عارف فبيقتلوا ديكون وبيشوفهم مايك وهم بيقتلوه فبيتدايق على موت صاحبه وبينادي عليهم وبيعرفهم مكانه وهنا بيكون مايك كرر ان هو ينتقم من ديكون وعصابته فبيطلع واحد من العصابة اسمه ماني يدور على مايك فبيجم عليه مايك وبيوقع منه السلاح وبيفضل يضربه وبيرميه من ممر الأسانسير من الدور الثامن وبيموت واول ما بيرميه مايك بيجم عليه شخص تاني من العصابة اسمه كال وبرضو بيقدر مايك ان هو يضربه بسهولة ولكن قبل ما يقتله بيجم عليه اثنين تانين من العصابة والشخصين ديكونوا كيت وجون فبيبلغوا ديكون انهم مسكوا مايك وهينزلوا به للدور الارضي عشان ياخدوا منه الفلوس ولكن فجأة بيقدر مايك يضرب كيت وبيقدر يهرب منهم وبينطف ممر القمامة وبينزل للدور الارضي عشان يستخب هناك واول ما بيوصل للدور الارضي بيحط اريكسون ايده على بق مايك وبيستخب ورد ديناميت من كال وبيسأله اريكسون عن مكان الفلوس لكن مايك بيقول له ان هو ما يعرفش اي حاجة عن الفلوس دي فبيقول له اريكسون انهم لازم يساعدوا بعض عشان يخرجوا بالفلوس وهم عايشين واسنان ما بيتكلم اريكسون بيجم عليه مايك وبيفضل يضربه في بعض وعلى الرغم من ان اريكسون سنه كبير لكنه مستقى في القتال بيكون كويس جدا وبيقدر يجاري مايك لحد ما بيوقفهم كال وبيقول له ان اللي هيتحرك منهم هي تقتل وبيبلغ كال باقي العصابة ان هو لقى مايك و اريكسون في غرفة القمامة فبيستغلوا انشغال كان عنهم وبيهجموا عليه وبيفقدوا الوعي وبيضربوا بعض مرة تانية لان مايك فكر ان اريكسون من العصابة وفاجأ بيهجم عليهم واحد من العصابة اسمه جيمس وبيضرب عليهم نار فبيهرب كل واحد منهم وبيطلع طابق مختلف عن التاني فبيطلع جيمس وكان للطابق اللي فيه مايك فلما بيشوفهم مايك بيمسق خرطوم المطافي وبيتعلق في الشباك عشان ما يقدرواش يمسكوه وفي الوقت ده بيكون ديكون ارجون في الدور الارضي بيرابوا المستشفى ولما ديكون بيشوف مايك متعلق في خرطوم المطافي بيدرب علي نار فبيدخل مايك القضى بسرعة وبيلاقي كيد مستنيا وبتهدده لو تحرك من مكانه هتقتله وفي الوقت ده بيسمع اريكسون صوت الرصاص فبيطلع بسرعة للطابق اللي فيه مايك وبيشوف كيتو هي بتهدد مايك فبيرمي عليها مصورة معدنية عشان تقرب من الشباك وبمجرد ما بتقرب من الشباك بيدربها ديكون بالرصاص لانه بيكون فاكرها مايك فبتموت كيتو بتوع من الطابق السادس فبيحزن ديكون جدا عليها وبيقرر هنا ان هو هيقتل مايك واريكسون وفي الوقت ده بيطلب اريكسون من مايك انهم يستعدوا بعض عشان يقدروا يخرجه وبيلاحز اريكسون ان مايك مصف دراعه فبيطلب منه ان هو يعالجه فبيلف حتة قماش على دراعه عشان يوقع في النزيف لحد ما يخرجه من المبنى وفي الوقت ده بيطلع جيمس وكال للطابق السادس فبيقرر مايك ان هو يهاجم على كال ويقتله وبعدها بيهاجم جيمس وبيقتله فبيطلب منه اريكسون يهربوا بسرعة قبل ما يوصل لهم ديكون ده غير ان الدناميد هينفجر بعد 30 دقيقة فلازم يهربوا لكن مايك بيرفض وبيطلب من اريكسون يحكيله عن سبب وجوده في المستشفى وليه هو بيدور على الفلوس فبيحكيله اريكسون عن بنته وبيقوله ان هي مريضة ومحتاجة لعملية كبيرة وعشان يقدر يدفع فلوس العملية دي مضطر يساعد مجرم في ان هو يجيب الفلوس دي من المستشفى وبيقوله ان السكارف اللي لف بيه اريكسون ايد مايك يبقى بتاع بنته في الوقت ده بتتصل بنته عليه فبيطمنها ان هو راجع للبيت خلاص فبيصدقه هنا مايك وبياخده معاه لما كان الفلوس وبيديله شنطة من الثلاث شنط عشان يقدر يعالج بنته وبعدها بيقرروا يهربوا من الباب الخلفي وبيكون فاضل على تفجير المستشفى 10 دقايق فبيتحركوا لهناك وقبل ما يوصلوا للسلم ده بيوصل لهم ديكون وجون وبيضربوا عليهم نار فبيحاول مايك واريكسون يهربوا منهم ويفتحوا باب السلم الخلفي فبيروح اريكسون للباب عشان يفك الافل بتاعه وبيغطيه مايك عشان ما يجيش في رصاص وبينجح اريكسون ان هو يوصل للسلم الخلفي ويكسر الافل بتاعه فبينادي على مايك عشان يهربوا بسرعة لكن بالسبب الرصاص اللي بيتضرب على مايك ما بيقدرش يهرب معاه وبيقول له يهرب هو بسرعة عشان يرجع لبنته ويعمل لها العملية فبينزل اريكسون على السلم وبيطلع بسرعة من المستشفى ولكن فجأة بيهجم علي جون لكنه بيقدر يضربه بالرصاص وبيموت جون فبيركب الريكسون العربية عشان يهرب بسرعة لان بيكون فضل 30 ثانية على تفكير المستشفى وفي الوقت ده بيكون مايك لسه فوق مع ديكون وهنا بتخلص زخيرة مايك فبيقرر ان هو يضرب ديكون بأيديه فبيرمي الفلوس في وش ديكون عشان يحجب الرؤية عنه وبعدها بيهجم عليه وبالفعل بينجح مايك وبيقدر يتغلب على ديكون وبيقع على الارض وبيبقى فاكر ان كده تغلب عليه خلاص لكن فجأة بيمسك ديكون رأبة مايك وبيخنوه عشان يفقد الوعي وقبل ما يفقد مايك الوعي بيفتكر ان هو تعرض لنفس الموقف ده قبل كده لما كان بيحاول يرجع يمارس لعبة الفنون القتالية مرة تانية فبيستجمع قوته وبيضرب ديكون وبعدها بيرميله شنطة من الشنطتين اللي معاه وبيسيبه بعد كده وبيهرب قبل ما المستشفى تنفجر وبينزل من السلم الخلف بسرعة ولما بيوصل للطابق الرابع بيلاقي ان اريكسون مستني بالعربية تحت المستشفى عشان يهربه وبيقول له اريكسون ينط على العربية قبل ما تنفجر فبيسمع مايك كلامه وبينط وبعدها بيتحرك اريكسون بالعربية وفي الوقت ده بيكون ديكون مشغول بشانطة الفلوس اللي ساوه له مايك وبينسى ان المستشفى هتنفجر فبيفضل موجود على السطح لحد ما بتنفجر المستشفى وبتتهده هو على السطح وبكده يكون كل اعضاء العصابة ماتوا ومايك واريكسون قدروا يهربوا وينقذوا نفسهم من الانفجار وبيقدر اريكسون من هو يعالج بنته وبترجع بعدها لحياتها الطبعية ومايك بيروح لبيت صاحبه ديازي وبيسيب لمراته جزء من الفلوس اللي هو اخدها كتعويض لها عموته وبعدها بيرجع يتنقل لمدينة جديدة وبيبدأ حياة تانية وبيخرس الفيلم ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات وتقدر كمان تقترح علينا افلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو وما تنساش تعمل فلو للصفحة عبد العاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية ويلا سلام